لم يعد مستغرباً لدى العراقيين أن يقرؤوا تراجع تصنيف بلادهم عالمياً على المستويات كلها فليس الخبر كالعيان في مجالات الصحة والتعليم والفساد وغيرها حل العراق متديلاً مؤشراتها في أكثر الدول سوءاً بتقديم تلك الخدمات ففي أحدث تصنيف له خرج العراق من نطاق التقييم العالمي لمعايير جودة التعليم العالي وصنف ضمن الدول الأكثر تراجعاً بالتعليم وذلك بعد أشهر من خروجه من مؤشر دافوس للتعليم ويؤكد خبراء أن هذه الانتكاسات الكبيرة في التعليم في بلد كان يعد من أوائل الدول العربية نجاحاً فيه قبل عام 2003 تعود إلى عدم تطوير المناهج وفق رؤية علمية والتساهل بمنح الشهادات وظواهر كالتزويل والغش وانتشار الجامعات الخاصة غير رصينة التابعة للأحزاب السياسية على المستوى الصحي لم يختلف تصنيف العراق دولياً إذ صنفه نظام الرعاية الصحية في العالم لسنة 2021 ثالث أسوأ بلد في تقديم رعاية الصحية قد فتحت فاجعة مستشفى بن الخطيب في بغداد الباب واسعاً حول المسؤولين عما يجي هناك يدخل المريض للعلاج فيصاب بالأوبئة أو يحرق وينتهي به رقماً من بين أرقام المتوفين آلاف دولارات تخرج سنوياً من العراق بسبب سفر مواطنيه للعلاج أو الدراسة في وقت لا تزال الحكومة الحالية تسير على نهج من سبقها تراوح مكانها من حيث سوء الإدارة والمحاصصة الحزبية بتولي وزارة حساسة كالوزارات الخدمية والتعليم والتربية والصحة فضلاً عن عجزها عن ملاحقة الفاسدين المسؤولين عن وصول البلاد إلى هذه المنحيات الخطيرة على صحة وسلامة مواطنيه